السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو جدا مهم لكل شخص حاب يحرق من الدهون لأنه بهذا الفيديو رح نتكلم عن عملية جدا مهمة تساعدك بتحقيق أهدافك ولتسريح حرق الدهون هذه العملية مسؤولة بجميع العمليات الكيميائية التي تحدث داخل الجسم اللي هو معدل الأيض فبهذا الفيديو رح نعرف إش هو الأيض وإش هو العوامل التي تؤثر على عملية الأيض وأيضا رح نذكر لكم خمسة طرق فعالة جدا تساعد على رفع معدل الأيض فبالتالي زيادة حرق الدهون أكبر فشوف الفيديو للنهاية عشان نعرف الموضوع بشكل كامل أول شي خلينا نعرف إش هو الأيض أو إش هو معدل الأيض معدل الأيض باختصار شديد جدا هي جميع العمليات الأيضية التي تحدث داخل الجسم وعملية استقلاب الغذاء اللي ندخل داخل الجسم أو حتى العمليات التي تستخدم الدهون المتكدسة كطاقة لأنها عبارة عن سعرات متكدسة داخل الجسم فإذا ارتفع معدل الأيض فهذا الشيء رح يساعد على حرق دهون أكبر وعلى تقليل تخزين السعرات على هيئة دهون وإذا قل معدل الأيض هذا الشيء رح يزيد من معدل تخزين السعرات على هيئة الدهون وتقليل حرق الدهون المتكدسة داخل الجسم فمعدل الأيض مهم جدا أنه يكون ضمن المعدل الطبيعي وهذا السبب اللي يخلي بعض الأشخاص يتناولوا كميات عالية من الأكل ومع ذلك معدل تخزين السعرات على هيئة الدهون قليلة جدا والعكس فهناك أشخاص يتناولوا كميات أقل من غيرهم ومع ذلك رح يكون هناك زيادة بتخزين السعرات على هيئة الدهون طب ما هي العوامل التي تؤثر على عملية حرق الدهون؟ يجب علينا معرفة هذه العوامل عشان نعرف كيف نتجنبها أول وأهم عامل هو العمر فكل ما زاد من عمر الشخص كل ما قل معدل الأيض أيضا بالنسبة للرجال والنساء فالنساء عندهم معدل أيض أقل من الرجال أيضا من العوامل التي تؤثر على معدل الأيض اللي هو زيادة الكتلة العضلية فإذا زادت الكتلة العضلية داخل الجسم رح يزيد من معدل الأيض لهذا السبب دائما ننصح بالتركيز على زيادة الكتلة العضلية ومنعها من أي عوامل تسبب بهدمها ومن العوامل أيضا التي تؤثر على معدل الأيض اللي هي درجة الحرارة فكلما زاد درجة حرارة الجو كلما قل من معدل حرق دهون الجسم وكلما كانت درجة حرارة الجو أو الطقس مخفضة هذا الشيء رح يزيد من معدل الأيض لهذا السبب أثناء فترة الشتاء رح يكون عملية حرق الدهون أكبر من فصل الصيف اللي تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة أيضا من العوامل التي تؤثر على عملية الأيض اللي هي النشاط اليومي اللي نقصد بالنشاط اليومي اللي هو المشي والعلاقة بينهم طردية أي كلما كان الشخص نشيط أكثر كلما كان معدل الأيض مرتفع وكلما ساعد ذلك على حرق دهون أكبر العامل الخامس والأخير وهي مشكلة صحية إذا كان هناك وجود اضطراب بالغدد الموجودة داخل الجسم فمثلا إذا كان الشخص يعاني من قصور بوظيفة الغدد الدرقية فهذا الشيء رح يقلل من معدل الأيض داخل الجسم ورح يقلل من عملية حرق الدهون فلهذا السبب يجب التأكد على خلوة الشخص من أي مشكلة صحية قد يعاني منها تؤثر على عملية الأيض وعلى حرق الدهون وفي نقطة جدا مهمة قبل ما ندخل لخمسة طرق الفعالة اللي رفع معدل الأيض اللي هي طور المجاعة طور المجاعة باختصار أن الشخص يتناول سعرات أقل من احتياجه ويتناول كمية أكل أقل من احتياجه اليومي فهذه الطريقة غير صحيحة وغير صحية أبدا إذا كان هدف الشخص التخلص من الدهون المتكدسة فإذا قرر الشخص التخلص من الدهون المتكدسة داخل الجسم وكان هدفه نزول الوزن ففكرة جدا خاطئة أنه يقلل من كمية الأكل اللي استهلكها لأنه هذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على الصحة أول شيء رح يقلل من وظيفة الغدة الدرقية وثاني شيء رح يسبب هدم كبير بالكتلة العضلية ورح يزيد العرضة لتكون التراهلات هذا غير أنه رح يأثر بشكل كبير على المزاج وبالنسبة للنساء فرح يتأثر بشكل كبير الدورة الشهرية لهذا السبب رح نذكر الخمسة الطرق الفعالة والصحيحة والصحية لرفع مؤدل الأيض فبالتالي تسريح حرق دهون أكبر أول وأهم طريقة بغض النظر عن نظامك الغذاء اللي هو النشاط فحاول أنك تتحرك وتزيد من نشاطك اليومي نحن لا نتكلم عن التمارين الرياضي نحن نتكلم عن النشاط العادي مثل المشي العادي فحاول ويحرص أنك تزيد من عدد خطواتك اليومية فبالنسبة للرجال من الأفضل البدء بثماني آلاف خطوة باليوم وتصل حتى خمسة عشر ألف خطوة باليوم أما بالنسبة للنساء فيفضل زيادة النشاط اليومي بمعدل ثماني آلاف خطوة باليوم هذا طريقة جدا فعالة لرفع معدل الأيض ولتسري حرق الدهون حاول تتزم بهذه النقطة وبإذن الله رح تكون النتائج جدا مرضية الطريقة الثانية وأيضا فعالة جدا لرفع معدل الأيض اللي هي ممارسة التمارين الرياضية واختار نوع التمارين الرياضية اللي انت تفضلها ولكن أفضل نوعين من التمارين الرياضية اللي تساعد على رفع معدل الأيض اللي هي تمارين الكارديو اللي تساعد على رفع من معدل النبض ومعدل التنفس أيضاً تمرين المقاومة وتمرين رفع الأوزان هذه كلها من التمرين الفعالة جداً لرفع معدل الأيض بغض النظر عن نظامك الغذائي الطريقة الثالثة والفعالة أيضاً برفع معدل الأيض إنك تتناول احتياجك اليوم من البروتين البروتين إيش هو البروتين؟ اللي هو الدجاج واللحم والسمك والبيض واللحوم الأعظام مثل الكبدة والقلب والكلا والمخ هذه كلها تعتبر مصادر بروتينية يجب إدخالها بكل وجبة لرفع معدل الأيض فضروري جداً بكل وجبة إن تكون هناك حصة مناسبة وكافية من أي مصدر من البروتين اللي أنت تفضلها فهذا الشيء رح يكون فعال جداً لرفع معدل الأيض قد تصل حتى 20 أو حتى 30% وهذا الشيء رح يكون فعال جداً لرفع معدل الحرق والتخلص من الدهون المتكدسة داخل الجسم الطريقة الرابعة اللي هو أبداً أبداً لا تقلل من سعراتك الحرارية ولا تقلل من الأكل اللي تستهلكها بشكل يومي زي ما تكلمنا بالسابق إنه إذا قللنا من الأكل فهذا الشيء رح يأثر بشكل كبير على الصحة وعلى مظهر الجسم بشكل عام فاللي تسويه إنك تقلل من كمية النشويات ولا تقلل من كمية الأكل اللي تستهلكها فهذه هي الطريقة الصحيحة والفعالة لخفض من هرمون الإنسولين وإذا خفضنا من هرمون الإنسولين فبالتالي رح يزيد من حرق الدهون والجسم رح يكون قادر على الوصول للخلايا الدهنية المتكدسة داخل الجسم وحرقها واستخدامها كطاقة فاللي عليك تسويه بهدف نزول الوزن والتخلص من الدهون إنك تقلل من كمية النشويات إيش هي النشويات اللي هي الخبز الأرز المعجنات الماكرونة وحتى الفواكه أو حتى النشويات الصحية مثل العدس والحمص والبازلة والفاصولية هذه كلها تعتبر من النشويات الصحية فإعلم إن النشويات هي مسببة السمنة فحاول تقليلها بالتدريج حتى تسمح للجسم بحرق الدهون وحاول إنك تقلل من كمية النشويات وترفع من استهلاك الدهون ليش نرفع من كمية الدهون اللي نستهلكها؟ أول شي إنه ما رح تسبب السمنة ثاني شي رح ترفع من السعرات الحرارية لأنه زي ما تكلمنا إنه ضروري جدا إنه الجسم يتناول احتياج اليومي من السعرات فطريقة رفع الدهون رح يساعد على رفع السعرات ورح نحافظ على صحة الغدة الدرقية فبالتالي هذا الشي رح يساعدنا على نزول الوزن مع الحفاظ على عملية الأيض ضمن المعدل الطبيعي فبالتالي النتيجة هي عبارة عن نزول صحي من غير حدوث أي ترهولات الطريقة الخامسة والأخيرة بهذا الفيديو واللي تساعد على رفع معدل الأيض اللي هو تحسين جودة وكمية النوم هذه طريقة جدا مهمة لتعزيز الأيض فإذا كان الشخص مقصر بعدد ساعات النوم أيضا بجودة النوم فهذا الشي رح يؤثر على معدل الأيض بطريقة سلبية فبالتالي الشخص رح يواجه حرق الدهون أقل فمهم جدا أن نركز على جودة وكمية النوم لرافع معدل الأيض والحفاظ عليها ضمن المعدل الطبيعي بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو المهم جدا لكل شخص هدف خسارة الدهون فإذا عجبك الموضوع أتمنى الضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذا القناة لأنه بهذا القناة نهتم أكثر بمواضيع حرق الدهون واسترجاع الصحة ويعطيكم الفعافية